بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في البداية نقترح عليكم في جزئنا الثاني هذا تكملة لمنهجية الإجابة عن أسئلة أخرى بالغة الأهمية في مادة علوم الطبيعة والحياة ثم نقف عند المواصفات اللازمة تغفرها في الإجابة كي يعتبرها المصحح إجابة جيدة ننتقل إلى نمط آخر من الأسئلة وهي الأسئلة التي تتطلب منك التركيب مثل هذا السؤال عادة ما نجده في نهاية التمرين يتطلب التركيب التأليف بين العناصر والأجزاء وترتيبها والتنسيق فيما بينها لتكوين كل موحد لتكوين جسم جديد لتكوين بنية متجانسة لم تكن موجودة من قبل من خلال الانتقال بأسلوب استقرائي من الجزئيات إلى الكليات ومن الخصوصيات إلى العموميات فتصل إلى معلومة أو خطة جديدة أو نظام شامل والمثال تقدمه السيدة أعمري فتفضلي المثال الذي اخترته كذلك من باكالوريا 2014 سؤال الثالث من الموضوع الثاني التمرين الثالث يقول السؤال مثل برسم تخطيطي الآليات المدروسة في الجزئين واحد واثنين سؤال التركيب يأتي دائما في نهاية التمرين قبله يكون هناك جزئين مثلا تمرين هذا كان حول عمي التركيب الضوئي الجزء الأول يدرس المرحلة الكيمو الضوئية للتركيب الضوئي بشروطها الضوء الجزء الثاني يدرس المرحلة الثانية من تركيب الضوئي هي منفصلة على الجزء الأول يدرس المرحلة الكيمو حيوية بشروطها سيو ثنين ونواتج المرحلة الكيمو الضوئية نات بي أش والأتي بي ونواتجها هيكزوزيت الآن كيف أركب بين هذا الجزئين إذن أجد علاقة بين ما حدث في المرحلة الأولى وما حدث في المرحلة الثانية أنسق بينهما وأكون بنية منسجمة فرسم التخطيط الذي نرسمه يوضح المرحلة الكيمو ضوئية والمرحلة الكيمو حيوية العلاقة بينهما الرسم يكون كبير وواضح نوضع عليه كل الظواهر التي حدثت البيانات اللازمة وعنوان مناسب فعلا سؤال مثل هذا عادة ما يأخذ في سلم التنقيط من نقطتين إلى أربع نقاط نعرفكم بنوع آخر من الأسئلة وهي الأسئلة التي تطلب منك المقارنة فالمقارنة هي مقايسة بين ظاهرتين أو مجموعة من الظواهر من أجل استخراج أوجه التشابه وأوجه الإختلاف يعتمد المتعلم من خلال ذلك على مجموعة من الخطوات من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية في هذا السؤال خطواته كالأتي تحديد موضوع المقارنة ثم جمع معلومات على ورقة المسودة حول الموضوع معلومات من مكتسباتك القبلية معلومات من المعطيات ثم نستخرج أوجه الشبه وأوجه الإختلاف مع الشرح والتفسير والخروج باستنتاج أنبهك فقط إلى أن المقارنة أنواع المقارنة قد تكون مقارنة اعتيادية وهذه المقارنة تكون فيها أوجه الشبه أكبر من أوجه الإختلاف مقارنة مغايرة وفي هذه الحالة تكون أوجه الإختلاف أكبر من أوجه التشابه أو مقارنة بين ظاهرتين لا تنتميان إلى جنس واحد نسميها المقارنة الخارجية لدينا مثال هنا يتفضل به الأستاذ الكريم إبراهيمي شكرا أستاذ أبناء الطلبة كذلك اخترنا لكم كذلك فعل إشاري قارن من موضوع باكالوريا 2014 وهو التمرين الثاني في الموضوع الأول حيث يطلب منا في هذا التمرين المقارنة بين العنصرين واحد وثلاثة طبعا مع استنتاج حول أهمية العنصر ثلاثة طبعا أنت عليك أن تستغل الوثيقة جيدا طبعا كما ذكر الأستاذ الآن أحاول مستغلا هذا التمرين لتتبع الخطوات التي ذكرها إذن عند المقارنة أحاول أن أجد أوجه تشابه فنجد بأن في كلا الغشاءين كلاهما يتكون من طبقة فوسفوليبيدية مضاعفة تتخللها بروتينات إذن في هذه الحالة لقد وجدنا بعض التشابهات بين العنصرين ثم كذلك أتمعا جيدا في الوثيقة وأركز في هذه المرة على أوجه التشابه نلاحظ أن نسبة البروتينات تكون قليلة تسمح بوظائف محدودة كنفاذية الجزيئات الصغيرة والأيونات وهذا في مستوى الغشاء الخارجي للميتوكوندري بينما لو نأخذ الغشاء الداخل الميتوكوندري فنلاحظ أن نسبة البروتينات تكون عالية متنوعة تسمح بوظائف محددة كأكسدة النواق المرجعة وفسفرة الأدبي إذن هنا استخرجت أوجه التشابه وأوجه الاختلاف إذن نصل بعد ذلك إلى الاستنتاج التالي أن الغشاء الداخلي للميتوكوندري هو مقر للفسفرة التأكسودية هكذا شكرا ننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة وهو نوع يتطلب القيام بالتفسير وكثيرا ما يقع في التمارين فالتفسير ما هو؟ هو تشخيص العلاقات القائمة العلاقات السببية القائمة بين مجموعة من الظواهر واستنتاج أن الظاهرة المدروسة تنتج عنها نركز في التفسير على الأسباب الحقيقية للظاهرة أو النتيجة بالإجابة بكيف ولماذا مع ربط السبب بالنتيجة من خلال قاعدة أو مبدأ أو نظرية علمية مثال تتفضل به الأستاذة دائما اخترت من موضوع باكالوريا 2014 التمارين السؤال الثاني جزء الثاني من التمارين الثالث الموضوع الأول إذن هذا الموضوع كان التمارين كان حول المناعة كيف تفسر وجود أحمد آمينية ذات أرقام متباعدة في مواقع متقاربة من الجسم المداد أعرف عزيزي التلميذ أن التفسير هي مهارة مركبة إذن تتطلب نشاط معرفي علمي يتجلى في القدرة على التوضيح وشرح ظاهرة ما وذلك بالبحث عن السبب والتساؤل عن لماذا وكيف إذن أتساءل لماذا وما هو السبب الذي جعل الأحمد الآمينية التي كانت ذات أرقام متباعدة في البنية الأولية أن تتقارب فيما بينها لتشكل موقع الارتباط مع محدد مستدد إذن تعرف أن أثناء الترجمة السلاسل الجسم المداد هي سلاسل خفيفة والتقيلة تكون بنية أولية ثم تأتي مرحلة النج خلال مرحلة النج تنطوي هذه السلاسل وخاصة الجزء الطرفي أناش دو لسلاسل تقيلة والخفيفة وهذا الذي يجعل تقارب هذه الأحمد الآمينية التي كانت ذات أرقام متباعدة لماذا اقتربت؟ لتشكل موقع يكون متكامل بنيويا مع محدد المستدد وبهذا أكون قد فسرت سبب تقارب وكيف تقاربت ولماذا تقاربت هذه الأحمد الآمينية فعلا لاحظ هذا المثال الذي ذكرته السيدة الآن يبدي أو يوضح بشكل واضح الفرق بين الأسلوب التحليلي والأسلوب التفسيري ففي الأول نركز على استخراج العناصر ثم العلاقة بين المعطيات ثم في الأخير نستخرج المبدأ المنظم للظاهرة أما في الأسلوب التفسيري فنركز تفسيرنا على العلاقات السببية الموجودة بين الظواهر والنتيجة معناه بين الأسباب والنتيجة دايما بأسلوب كيف ولماذا النتيجة ننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة وهي أسئلة تتطلب منا اقتراح فرضية نلجأ إلى تقديم الفرضية مباشرة عندما يطرح المشكل العلمي أو عندما لا تكون المعطيات كافية من أجل قيام باستدلال علمي فالفرضية هي اقتراح تفسيري مؤقت قابل للمراقبة التجربية المراقبة التجربية معناه قابل لأن يختبر بالملاحظة وبالتجريب وأمامنا مثال يقدمه الأستاذ محمد شكرا المثال الذي اختفته لك عزيزي الطالب هو مثال من إحدى الدروس التي قدمناها على التلفزة والمتمثلة في مقر تركيب البروتين قدمت لك خليتان إحداهما من زوعة النوات والثانية بنوات ثم كلاهما وضعت في وسط به أحماض أمينية مشعة فظهر الإشعاع في الهيولة في كلا الخليتين طبعا في هذه الحالة طرحت إشكالية يعني كيف نفسر ظهر الإشعاع في الخلية من زوعة النوات ثم بعد ذلك طلب منك فرضية طبعا هنا تلاحظ أن الفرضية جاءت بعد إشكال فهناك ما ذكر الأستاذ حميدو على الطالب أن يعطي فرضية منطقية قابلة للمراقبة بالتجريب طبعا من خلال معلومات الطالب وما اكتسبه خلال السنة الدراسية حول موضوع مقر تركيب البروتين طبعا يقدم فرضيتين كالتالي لاحظ معي الفرضية الأولى تركيب البروتين من طرف الخلية من زوعة النوات قد يعود لانتقال معلومة وراثية من النوات إلى الهيولة طبعا على شكل قطعة من الأديان وليس كل الأديان هذه فرضية الأولى الفرضية الثانية التي يقترحها الطالب وهي ممكن هناك وسيط يتشكل في النوات ثم ينتقل إلى الهيولة ليشرف على تركيب بروتين ونقصد بالوسط هنا هو الآيران إذن هاتين الفرضيتين يقترحهما الطالب ثم نتحقق من أعلى هذه الفرضيات من خلال التجارب التي تأتي بعدها هكذا سيد حميدو يعني ننصح الطالب على إعطاء الفرضيات فعلا كم من فرضية صارت حقيقة علمية ننتقل الآن إلى النوع الأخير من الأسئلة وهو الأسئلة الذي يتطلب من القيام بالتقويم ونقد يتطلب التقويم فحص المعطيات لإصدار أحكام تجربة أو طريقة أو تقنية أو معطيات أو أفكار باستعمال أدوات محددة ولدينا مثال تتفضل به السيدة عمري هنا هذه المرة اخترت موضوع باكاروريا شعبات رياضيات سنة 2008 الموضوع الأول وطلبوا منهم تعليل استعمال اليوريدين المشع إذن اليوريدين هي نيكليوزيدا مميزة للأحمد النووية الريبية تدخل في تركيب الآيغان لماذا مشع لتتبع ما صار الآيغان ومصدرها هذا يكفي للتعليل الآن سيد حميدو ما هي مواصفات الإجابة الجيدة؟ هذا سؤال هام جدا فالإجابة الجيدة لا تأتي تلقائيا لا تكتب تلقائيا بل يجب على المترشح أن يراعي مجموعة من المعايير كي يبني إجابة جيدة أولا أن تكون الإجابة وجيهة وكاملة تجيب عن الأسئلة المطروحة ثانيا واضحة صحيحة وسليمة التعبير تستوفي قيمتها العلمية باستعمال مصطلحات ومفردات علمية ملائمة ثالثا مهيكلة تتسلسل حسب الترقيم الوارد في الموضوع بترقيم التمرين وترقيم الجزء وترقيم السؤال رابعا إجابة مهوات بحيث عندما تجيب بفقرة عن سؤال ما تترك سترا ثم تنتقل لكتابة فقرة موالية ينصح في تقديم الرسومات أن تكون الرسومات واضحة وكبيرة ومنفصلة عن النص المكتوب تحمل عنوين وبيانات أفقية سليمة يطلب من المترشح تقديم عمل متقن بخط مقروء وواضح وخال من التشتيب ما يطلب تفاديه عند كتابة الإجابة الكتابة المتسرعة لإجابة سطحية مختزرة أو مبهمة أو خارجة عن الموضوع ثانيا إعادة كتابة الدرس محفوظا دون الإجابة عن الأسئلة ثالثا إعادة سياغة محتويات وثيقة بطريقة وصفية دون استغلالها في الإجابة عن السؤال المطروح رابعا التكرار غير المجدي الذي يضيع الوقت والذي يثقل الإجابة خامسا تقديم إجابات غير منظمة أو مختلطة أو متقطعة تنتقل من سؤال لآخر أو من تمرين لآخر دون انسجام في النهاية أتمنى أن نكون قد آفدناكم بهذا اللقاء التوجيهي العمل المثمر أبنائي هو الذي يزيل عنكم القلق والحيرة فترتسم على محياكم علامات الثقة والعزم والمضي قدما والوعي بأهمية هذا الامتحان الذي سوف يفتح لكم أفاقا واسعة من أجل مواصلة الدراسة الجامعية وتحقيق طموحاتكم شكرا لكم عن حسن المتابعة والإصغاء شكرا للفريق التقني الذي رافقنا في هذا اللقاء وفي هذه الدروس المتلفزة شكرا لزملائي ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق إن شاء الله شكرا إلى اللقاء والسلام عليكم